بتغيب علينا وتهجلنا وقللنا معاه وفي السنة مرزونا ونستنات من انت وحنات نحسر بلاد ونوضى بلاد ونذى بلاد السلام عليكم وزيكو كلكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بكم معي في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فانوس حلو جدا اللي انتوا لسا شايفينه هنعمله بفكرة سهلة جدا وبسيطة يارب تكون الفكرة تعجبكم وطبع ما تنسوش لايك واشتراكوا يلا بينا نشوف هنعمل ايه اول حاجة انا جمعت الخمس ورقات من الفوم دي اه دول الالوان اللي انا اخترتهم اهم حاجة يكون الفوم بتاعك من نوع اللي هو بيلزق وبعد كده جبت علبة من خفض اللسان دي بتتجاب من الصيدلية اه جيت بقى كده على الورقة بتاعتي وحاولت ان انا احدد اه مطرح الفوم اللي انا هحطه علشان وجيت بالقطر كده وابتديت ان انا احدد كده بالمصدر عشان ما هتضرش من الورق الفوم هتلاقوا من الفرموس كله معايا مش هياخد اه يعني ورقة الفوم كلها مش هتخلاص اصلا هبتدي ان انا حدد كده دول اربع عسيون من العسيون بتاعي تخفض اللسان دي طبعا جنب واحد من الجنايب بتاعت الفانوس انا عملتك لازم اقولك عشان ما هتضرش من الورقة بتاعتي لسه هنستخدمها ونحتاجها في باقة الفانوس وهاجي بالقطر كده وهبتدي ان انا افصلهم كلهم عن بعضهم وبعد كده هشيل الزيادات اللي عليها بالمقص هي عشان هو طبعا بالفوم ده بيلزق فهتلاقوا ان هو بيلزق بس معاك في المقص كده حاجة بسيطة طبعا بنشيله عادي جدا وننظف مطرحه هبتدي اشيل كده معاكه عشان شوفه من عند الاطراف طبعا حلوته ان هو هاخد نص دايرة كده اللي هو الخفض اللسان شكله حلو وهيدي شكل حلو للفانوس طبعا هنعمل كده في كل الخفض اللي معانا انا بما اني هعمل الفانوس بتاعي خماسي فطبعا هعمل خمس جوانب فهيبقى معايا خمسة فاربعة بعشرين يعني يبقى محتاجة عشرين واحدة لجسم الفانوس اما دلوقتي هعمل القاعدة بتاعت الفانوس هبقى محتاجة برضو عشرين واحدة بس انا هأثرهم شوية علشان طبعا الجسم بيكون اكبر من القاعدة بتاعت الفانوس فهعمل ايه هجيب واحدة معايا طويلة وهبتدي ان انا اخد الدوران بتاعها كده هنشيل الجزء اللي احنا من قصه ده هنحتاجه عشان هنلزقهم في بعض ماتر مهمش هبتدي ان انا بقى كده سبتهم على بعضه بالمقص وهبتدي ان انا اعملها كده نص دايرة وسويها وازبطها عملت طبعا معايا كمية وبعد كده بيجي مبرد بتاعت دوافر او حتى صنفرت كون نعمة كده وهنبتدي ان احنا نزبط الرأس بتاعت الخفض اللسان دا طبعا هيكون المقص بتاعه انا خدت من العود نفسه او الخفض نفسه خدت تلتينه والتلت اللي باقي زي ما بقولكو خلوه هنستخدمه عشان نشبكهم في بعض ونلزقهم في بعض دا كده طبعا بيكون الكمية اللي انا معايا برضو عشرين واحدة ودول عشرين واحدة ودول هنقطعهم على نصين كده علشان زي ما بقولكو هنستخدمهم في تلزيق الخفض معنا وده كده انا جمعتهم في علبة علشان خاطر بقى ان احنا برضو نديهم نفس الالوان هبتدي ان انا اخد كده برضو من ورق الفوم آآ على قد الخفض معايا وبعد كده هبتدي ان انا قطعه كده بالقطر وهشيل طبعا كل الزيادات بالمقص آآ مطرح النص الدايرة دي الدوران كده هنشيل الزيادات هكامل معاكم نفس الشكل كده طبعا انا حبيت علشان خاطر الفنوس بتاعي يبقى كبير وعريض فعملته على آآ يعني عملته خماسي مش رباعي طبعا انت تقدر تعمليه رباعي او خماسي براحتك آآ وكمان آآ يعني ده طبعا هيديكي حجم اكبر كل ما تكبري كل ما هيديكي طول وحجمه وعرض اكبر آآ وكمان انا بعمل معكم لون واحد وبعد كده بعد اكمل آآ بعد التصوير يعني آآ عشان طبعا ما طولش عليكم الفيديو كده كل الكمال اللي معايا كده باقي الجهزة آآ ناقص بس وريكم ازاي هنركب بقى آآ يعني الاجزاء في بعضها آآ هاجي هنا علشان خاطر يكونوا مزبوطين معي ببتزين انا نروس اربعة كده وبميلهم آآ بميلة بسيطة وده الخشب اللي انا قلتلكم ما ترموهوش هنبتزين احنا نقص قصه علشان آآ ياخد معانا آآ يعني العرض بتاع الخوافط بتاعة الليسان علشان طبعا هنشبكهم كلهم في بعض بالشكل ده من فوق ومن تحت هنحتاج لكل اربعة كده آآ ماسك كده منهم من فوق ومن تحت هبتزي ان انا نزبطهم على مصطرة بالشكل ده عشان يكونوا ولا واحدة طالعة ولا واحدة نزلة عشان يكون الشغل معانا مزبوط جدا جدا وبعدين من فوق هلزق كده بالشكل ده برضو فبالتالي في النهاية هدينا الشكل المرتب المنظم ده مزبوط واطوله مزبوطة لو في اي زيادة طالعة من بره بنبتزي ان احنا نشيلها هعمل معاكو برضو الجزء آآ لون يعني من الالوان الخاصة بقى في قاعدة الفانوس هعمل نفس الشكل هزبوتهم كده على مصطرة بحيس يكونوا كلهم نفس آآ نفس الاطوال لازم اجيب بقى جزء من اللي احنا عملناه الطويل او القصير اي حاجة بحيس ان نشوف المساحات بين كل واحدة والتانية بكون مزبوطة يعني شايفين العرض بتاع ده على قد العرض التعديب الضبط عشان ما يبقاش واحدة اوسع من التانية وبردو لو في اي زيادات طالع من الخشب كده آآ بنزبطها هوريكوا واحدة تانية برضو بنفس الطريقة بناخد من الخشب اللي احنا قطعناه نبتدي نلزقهم كده آآ بحيس كلهم يكونوا مسكين في بعض وبردو من فوق هنعمل نفس الشكل ورازم تراعوا ان يكون المساحات بينهم متساوية بالزبط كده كل الحاجات بقى اللي انا عملتها آآ خلاص جمعتوها معايا ناقص ان احنا نعمل الراس بتاعة الفانوس طبعا انا عملته مسلس كده آآ طوله 11 سنتي وعرضه 11 سنتي ليه اخترت 11 سنتي عشان كل واحدة فيهم آآ عرضها آآ 11 سنتي فلازم برضو يعني بنسترجع بقى شغل الهندسة كده بتاعنا اللي احنا خدناه في المدرسة آآ فلازم عشان الفانوس طبعا يكون مزبوط معايا ناخد الاياسات مزبوطة بعد كده هبتدي ان انا قص بقى الخمس مسلسات من كل ورقة الفوم آآ اللي معايا زي ما انتو شايفين ورق الفوم اللي معايا مخلصش يعني كل واحدة لسه باقي فيها تقريبا مصها يعني مهضرناش خالص من ورق الفوم اللي معنا آآ هاخد كده على المقاسات كلها مزبوطة هحط المسلس اللي انا قطعته الاولاني على بقى على بقي ورق الفوم وبعدين هبتدي بالمصر والقطر مصر والقطر على الفكرة اسهل حاجة هتسهل معاكي وتقطع معاكي آآ مزبوط بدل ما ترسمي لسه بالقلم وبعد كده تقطعي علشان بقى خلي الراس الفانوس دي مزبوطة ما تبقاش طبعا متنية ولا آآ عشان طبعا ورق الفوم طاري معايا فاجبت زي ما انتو شفتوا كده آآ برضو من العسيان آآ ابتعتها كده رفيع وبتديت ان انا هحطها في النص بالشكل ده واحدة واقفة بالطول عشان تخلي الورقة الفوم بتاعتي متينة واحدة بالعرض لكن بالعرض تحت دي لازم تخليها على طرف الورقة وهقولك دلوقتي السبب يعني طبعا ده هساعدنا في التشكيل في الاخر ويفتجميع الفانوس آآ هبتديت يحط كده واحدة في النص وواحدة على الطرف تحت خالص طبعا في الخمس ورقات اللي معايا دلوقتي يكون محتاجة فايل زي ده انا عايز الجزء الشفاف اللي فيه او اي ورقة تكون شفافة ويكون متينة عندك بالشكل ده ما تسحش من آآ الشمع بتاع مستدس الشمع علشان ده اللي هنوزبط به شكل الفانوس آآ لازم طبعا يكون بزاوية كده زي ما انتو شايفين معايا علشان هنحط هنا هو كده وهنقطع جزء ونبتجي ان احنا نسبتهم في بعض انا طبعا خدت المساحة وابتديت ان انا آآ اجيب الجزء بتاع جسم الفانوس هحط كده من الورقة الشفافة دي هحط على كل واحدة فيهم طبعا آآ دي يعني طريقة اختيارية بس انا حسيت انها هتخلي الفانوس بتاعي امتن ويماسك في بعضه كويس وكمان ببقى انها شفافة فاهمش هتكون باين خالص لما آآ يعني انخلص الفانوس هنبتدي كده ده طبعا هيساعدنا ان احنا نشكل بقى الفانوس في بعضه مزبوط جدا من غير ولا حتى لو وقع مش هيجراله حاجة ولا مسلا آآ يتفاكك من بعض ولا حاجة للوقت سي نيجي بقى الاهم المرحلة اللي حبيتها جدا جدا ولا بشكل الفانوس وابتدى كده يظهر قدامي كأنه يعني يجبر كده قدامي هبتدي ان انا اخد كل واحدة كده من القاعدة طبعا متاع الفانوس وهبتدي اخدها بزاوية الجوة ولا الزاهم كلهم في بعض هجمع اتنين بعد كده اتنين في بعض بعد كده هنجمع بقى الخمسة كلهم مع بعض بالشكل ده انا حبيت بصراحة ان انا اخلي كل جنب فيهم بلون مستقل بنفسه يعني ما خليش مسلا احمر ما عصفر ما اقدر لأ حبيتهم كلهم كل جنب يكون لون واحد بيفكرني بفانيز بتاع الزمان بتبقى كل جنب فيها آآ لون مستقل كده مش مش فرح يعني مش الوان كلها على بعضها يعني آآ طبعا دي حاجة ترجع لك يعني لو حبت تشكلي في الالوان آآ دي طبعا حاجة حسب الازواء يعني تمام انا دلوقتي كده تقريبا خلصت كده القاعدة بتاعت الفانوس تعال وبقى نعمل الجسم بتاع الفانوس وازاي الجزء اللي احنا حطناه الشفاف هيزبط معانا الفانوس جدا جدا هبتدي ان انا اخب بقى مع كل مسلا لون اللون التاني اللي قصوده مع اللاخدر مع اللاخدر شايفين الجزء الشفاف طبعا مش باين خالص ويديك ايحاء كده ان اللي ايه ان اللي هم اللي اتنين راكبين على بعض آآ يعني مش داخلين جوه بعض لأ هم راكبين كده على بعد كأنهم لمسين لبعض وفي نفس الوقت مش باين خالص ان احنا طبعا حاطين حاجة علشان الورقة شفافة وكمان عملناها بقى بشكل يعني متقن جدا مش هتفكم بعضها خالص ان شاء الله من الجناب بقى كده بتزي ان انا حط طبعا شمع ويركبهم ولزقهم في بعض كده خلاص قربنا نخلص جسم الفانوس بالشكل ده حطيت كده آآ اللون الازرق اهو كده خلاص يعني خلصت الخمس اركان او الخمس اجزاء ركبتهم كده ولزقتهم كلهم في بعض فاضل بس ان احنا نركب الراس بتاعة الفانوس هبتزي ان انا جمع بقى الاجزاء جمع بعضها كده وهلزقهم في بعض بالشريب ده التيب ده آآ الورق او حتى سلوتيب يعني اي حاجة آآ وبعد كده انا طبعا على فكرة ما شلتش منهم اللازق بتاعهم مش محتاجين احنا نشيل اللازقية بعد كده هبتزي لزقهم في بعض كده وانا عمالة بص على الفانوس نفسه علشان ترتيب الالوان عشان برضو عايزة كل جنب من الجناب آآ بتاعة الفانوس يكون كل لون كده مستقلب زيته يعني تمام هبتزي بقى ان انا لزقهم كده شايفين بعد ما اتجمعوا آآ بقوا كلهم مدين الشكل بتاع راس الفانوس مضبوط جدا جدا بالشكل ده ده كده هيكون الشكل بتاعهم بس عشان خاطر اعرف اركبه ففكتهم لجزئين واحد تلاتة آآ جزء تلاتة آآ يعني تلات مسلسات والجزء التاني جوا مسلسين دي بقى الفكرة اللي بقول لكم عليها عشان عملنا آآ خشبة في اخر الرؤوس بتاعة الفانوس هتلزق على الخشبة اللي هي موجودة على آآ جزء تاع الفانوس من فوق شايفين ازاي طبعا الخشبة دي هتمسك في الخشبة دي مع مصدس الشمع هتبقى حديدة بقى مش هتفك معاكو خالص هبتزي ان انا اركبهم كده بالشكل ده طبعا كل لون على اللون بتاعه وبعدين هركب بقى جزء تاني انا قصيته عشان بس يسهل معايا فكيته عشان يسهل معايا الشغل والتلزيق هحط كده بالشكل ده هنا شمع وبعد كده هبتزي ان اركبهم على بعض كل الورق ده طبعا اللي هو اللازق التبل من جوه مش هيبين هنشوف دلوقتي هنكمل تزيينه ازاي هنيجوا يا لون الاحمر ده اللي هو كان اخر الورقة في رؤوس الفانوس هبتزي ان انا سبتهم بقى في بعض اللازرق كده دي كانت اخر ورقة هبتزي ارزقهم في بعض بمسدس الشمع بدخل ايدي من جوه كده عشان ازبط الجزء يعني وحط كده شمع كويس اي حتة واسعة شوية بنحط لها شمع عشان نكمل بقى التزيين وعشان شغل بتاعني يكون شكله حلو جدا ومزبوط ما فيوش اي شمع باين ولا ظهر هجيب معايا خيط ده مكرمية كان موجود عندي بصراحة لونه اه فدي الشلة بتاعته كبيرة جدا يعني كنت اجابيها بستة جنيه اه وطبعا اشتغلت منها بلكده ولسه فايدة معايا كتير هبتزي ان انا هحط كده على طرفها هدخل الاول من جوه الفانوس بعد كده هبتزي ان انا مشي بقى على جسم الفانوس بعد كده اطلع على راس الفانوس وهياخد اه على اي زاوية بقى على اي جنب وابتزي ان انا هنزل تاني وبعد كده اخش على جسم الفانوس برضو ونحط شمع ما تقتليش بقى شمع قوي علشان ما يبقى الظاهر وبعدين هننزل على جسم الفانوس ونقص وبعد كده ندخل بقى الجزء اللي هو في الاخر ده هنعمله عقدة كده وهنقص الزيادة ونحط شوية من الشمع وندخله الجوه بحيس ما يبقاش باين خالص ويكون مداري هنعمل واحدة تانية بالطريقة دي هحط برضو جوه الفانوس من نفسه آآ من من جوه يعني وبعد كده هبتزي ان نطلع على الجسم وعلى القعدة والجسم وراس الفانوس وهخلص كل الفانوس بالشكل ده زي ما انت شايفين معي الفانوس شكله ابتدى يزهر بقى شكله حلوة قوي ينفع تعملين مشروع هيتخطف خطف بجد يعني آآ شكله جميل قوي وعسول يعني بعد كده حبيت اغطي الجزء اللي فوق ده فعملت له زي دايرة كده ما يدور في دريقة ابتديت ان انا الف بالخيط وعملت له كمان يد كده صغيرة وجيد كمان على كل جزء من تحت زي ما انت شايفين وعملت خط ورده آآ بالخيط اللي معي خط المكرمية ده بدي له شكله حلوة قوي محدده كده محدد كل جنب لوحده طبعا ممكن تختار اي لون ده بيفدي اي حاجة آآ هيديك شكل نهائي روعة جدا فينش طحفة جدا شكله كمان شيك قوي آآ وحجمه كبير مش صغير فده شكله كده النهائي يا رب بالفكرة النهاردة يكون عجبتكو الفيديو يكون عجبكو ما حبيتش ان انا آآ يعني حاولت ان اختصر على قد ما اقدر بس لازم اديكو برضو آآ الاساسيات عشان له هتعملوه يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكو ما تنسوش بقى اتقدروا تعبيل مجهودي بلايك كده حلو وكمان لو امر هشوفي قناتي اشتركي فيها وفعالي الجرس عشان يوصل للك كل اللي انا بقدمه بعد كده وفعالي الجرس على علامة الكل او ان شاء الله هشوفكم فيديو جديد وافكار جديدة اوري بكتما السلما